احد الهموم اللي الواحد يفكر فيها دايما هي سرعة تتخذ القرار فعلا لانك انت لو السنة دي ما طرحناش منقصة ودخلت شركة اخدتها في اي بلد اخرى سواء في المكسيك او في عمان الشركة دي مش هتبقى تستثمر في مصر التاني باستثمر اللي بتعمل عليكم متن بيقعد عشر سنين في البلد التاني نزارة البترول في الفترة اللي فاتت صحيح فعلا عملت 35 اتفاقية والخمسة اتفاقية دول وقعتهم وعبتهم ونتج عيوب واستثمارات انا متأكد انها استثمارات بما بين الهائلة ولكن في فترة 2010 و2011 و2013 كانت كل سنة بتخش عشرين من خمسة عشرين اتفاقية جديدة بينتب عليها انتاج دلوقت الفترة دي ما دخلش اي انتاج فيها فبالتالي في نوع من انواع هيبقى فيه تأخير في انتاجات جاية والمفروض نتمنى في الفترة اللي جاية كاحد المشاكل ان يحزن للفترة دي ونعدي معناها ان لازم يخش كل سنة حوالي خمسين او ستين اتفاقية جداد عشان عرفنا قوضنا البعسين يندفادوا دي. تغيير الكتار بصفة عامة للاتفاقيات ما هواش مشكلة صعبة وقوم بلاد زي اندونيسيا والمكسيك وكولومبيا والجبلد كلها اصبح عندها دلوقتي حقول ناضبة بحالتك سألت سؤال في اول الاسئلة اللي سألتها دكتور طارق بيتعلق بي الحقول السهلة وازاي ممكن الواحد دلوقتي يجلب استثمارات للحقول الكبيرة المساعة المشكلة الحقيقية كمان ان غالبية حقول العالم بتالي فوق سبعين في الماية حقول ناضبة ماتشور ويل فيلز. والماتشور ويل فيلز بتحتاج اطار مختلف للتعامل معاه على الحقول المنتجة الحديدة. والاطار ده مش موجود في مصر. والاطار ده في بلاد بتنتج دي ونص الليون برميل زي المكسيك ابتدت بقت تسباقة فيه وابتدت تجلب استثمارات وغيرت الدستور عندها عشان تعرف تجيب استثمارات جديدة. مشكلة بقى عندنا في مصر الحقيقية في الفترة اللي فات لأسباب كتيرة جدا من الناس كده عارفتنها. بقى في يعني صعوبة في اتخاذ القرار وبقى الناس دايما اي واحد بياخد قرار بيبقى خايف يتحسب عليه ويتحسب عليه بصورة. فما فيش اي موا من انواع التأمين. ولا لمتخز القرار ولا للمستثم. نتج عن كده ان الاتفاقات الجديدة بدل ما يبقى فيها سهولة عشان تجز الاستثمارات زيادة بقى فيها شروط اكتر تعقيمة. فخلت السهل بقى صعب. صعب بقى صعب. اتخاذ القرار بيسبة عامة حتى للمستثم النفسه لنحض الاستثمار بقى صعب لانه يتخايف من المسألة بعد ذلك. طب انت عملت كده ليه وعملت كده ليه والسوء من الهكاية. ترجمة نانسي قنقر